نبتدي دلواتي المحاضرة التانية في ال-chain drives نشوف دلواتي classification لل-chain drives القز الاول ال-hoisting and hauling crane chains والقز التاني ال-conveyor or tractive chains والقز التالي ال-power transmitting chains ال-classification according to applications اللي هي مالطوم A و B و C اول نوع هو ال-hoisting and hauling crane اللي هي crane chains اللي هي السلاسل اللي بتستخدم في الرافع او النقل والسحب زي المنظر اللي احنا شايفينه ال-chains دي اللي هي ال-hoisting او hauling cranes دي بنشوفها operating on velocities ادي range بتاع الفلاستي حوالي 4 meter per second وهنا بنشوف نوع من ال-chains oval links يعني شكل ال-oval وهنا chains with square links شكل ادي شكل ال-oval و ادي الشكل السكوير الجزء بيه اللي هو ال-conveyor chains ودي بتشتغل عند سرعات مختلفة اعلى من الفاتت حوالي 3 meter per second دي عشان تو convey materials يعني بتنقل حاجة عن طريق conveyor belt conveyor اللي بيشغلوا بيبقى chain هنا بنشوف نوعين من ال-chains دي ال-hook chain او detachable chain يعني ممكن يتفقوا من هنا ودي ال-close joint chain يعني الجزء ده is closed you cannot dismantle it easy شوفنا الجزء ايه اللي هو ال-hoisting chains شوفنا ال-conveyor او track chains الجزء التالت اللي هو ال-power chains ودي من ال-chains المهمة اوي اللي بتستخدم لنقل ال-power مثلا بين motor و-pump وبين اي حاجة وحاجة ممكن استخدمها في ال-block او bush chains في ال-bush roller وفيه silent او ال-inverted tooth chains اول واحد اللي هو ال-block او bush chains زي اللي احنا شايفينه هنا وده بيبقى noisy high rubbing نوع تاني اللي هو ال-bush roller chains اللي هو زي ده وهنا بنشوف فيه الجزء ده كله بنشوف فيه ال-pin اهو ده ال-pin وبعد كده بنشوف ال-bushes اهي وعندنا ال-roller اللي هي عليها ال- diameter d1 ال-rollers are free to rotate يعني طبعا ال-roller حر انه يليف على ال-bushes preventing ال-sprocket wheel teeth against where عشان ايقلل ال-wear هنا بنشوف تاني ال-bush roller chains اللي هي كانت اسمها رقامها c2 وادي هنا ادي ال-chain اهي ادي ال-bush ادي ال-play roller اهي ال-roller اهي اللي احنا بنشوفها هنا اهي ال-roller دي ال-sprocket دي ال-sprocket سينا بتاعت ال-sprocket ودي ال-plates اللي هي دي ودي وده ال-pin اللي هو بيمسك المجموعة كلها اللي هو ال-pin دهو احنا هنا مازلنا في ال-power ال-power transmitting chains وفي النوع اللي هو c2 اللي هو البوش رولر chain ال-chains دي are very strong suitable to severe conditions والنويز فيها اقل من الحاجات اللي فاتت وممكن تشتغل حتى لو اللوبريكيشن مش منتظم او مش كويس ال-bush roller chains are standardized according لل-transverse pitch ال-transverse pitch اللي هو اسمه هنا pt اللي هو ده ده هو ال-transverse pitch يعني هنا عندي ثلاثة lines of chains شغلين مع بعض هنا عندي اتنين هنا عندي single كويس ال-يبقى ده هو ال-transverse pitch في single row chains في multiple row chains ده single row ده multiple أو multi row chain في simple في duplex في triplex في انواع مختلفة وده ال-pitch بين اللي شوفناه قبل كده اللي هو بين كل نقطة والتانية هنا في ال-chains ال-slide دي بنشوف chains شغالة في steel rolling mill وهنا بنشوف ادي الرولر اهي كل دي rollers وبعدين هنا ادي اهي دي ال-chain وال-chain دي نوحها duplex يعني ادي ادي صف وادي الصف الثاني ده نوع ثالث ال-silent chains او inverted toast chains ال-chains دي جميلة جدا لانها تعتبر nearly noiseless while it's running هنا برضو بنشوف المنزر بتاحها ادي دي مجموعة اهي هنا بنشوف اه ال-chains اهي من واحدة التانية ادي المنزر ادي ال-sprocket ده منزر ال-sprocket ودي منزر ال-chains وهي ركبة وهنا برضو اسقاط تاني بنشوفها فادي ال-sprocket اهي وادي ال-chain ادي ال-pitch اللي بينهم بين ال-سنان فادي ال-chains they are very good nearly noiseless بدون durable service وthey run very smooth and quiet بالنسبة لل-factor of safety عندي المعادلة دي عبارة عن علاقة بين two loads اللود اللي بتحط فوق اللي هو ال-f-b اللي هو ال-breaking load تال-chain بينما f هو total load على ال-driving site بتاع ال-chain يعني ال-breaking load تال-chain ما سمية ال-driving load خمسين يبقى ال-factor of safety اثنين ال-breaking load اللي هو f-b ده بنعبر عنه بالمعادلة ال-empirical دي هاه f-b تسوي في مية وستة بي سكوارد حيث بي هو ال- pitch in مليميتر تحط هنا ال- pitch in مليميتر تجيبه وتعمله سكوارد تضربه في مية وستة يدي لك ال-breaking load in newton newton f هو المعادلة بقى التانية دي f عبارة ft و fc و fs حيث f ده هو هو total تنسى ال-load على ال-driving site بتاع ال-chain اللي احنا حطناه هنا هو فوق f ده جيم نين جيم tangential driving force ده هو f-t و جيم التانشن in the chain due to centrifugal action و بيجي من التانشن in the chain due to sagging ال-sagging طبعا التشين دي is metallic والويت تحبيبه كبير فبيحصل لها sagging فعندي ثلاثة loads ft fc and fs بجمحهم يدوني total f total f بحطها هنا في المعادلة دي يبقى f breaking على f اللي انا جبتها من هنا يديني الفاكتور of safety ال-f total دي ايضا بقدر اشوفها بالنسبة للpower وبالنسبة للسبيد هي p على v حيث p هو ال-power v هو ال-speed لو عايز احسب centrifugal force هو mv squared مرة تاني الفاكتور of safety للchain drive بنقدر نحطه بالصورة دي fs tension in the chain due to sagging بالنسبة للsagging ال-k وال-m وال-x ال-m هو mass of change in kg per meter يعني الميتر بيوزن كم kg x هو center distance الفاكتور k دبقى عبارة عن constant بياخد in account أو بيعبر عن arrangement بتاع chain drive ويساوي من 2 لستة لما center line بتاع chain بيبقى inclined للhorizontal بangle less than 40 ديجريز وبناخده من واحد الواحد ونص لو ال-inclination دي بتبقى at an angle greater than 40 ديجريز يعني هنا less than وهنا greater than فده بيديني force due to sagging اللي احنا شفناه قبل كده في السلايد اللي فات الفاكتور of safety and for chain drives هنا بنحط type of chain ال-pitch بتاع ال-chain بالمليمتر ال-speed بتاع sprocket pinion in RPM 50 RPM 200 RPM 2000 RPM 2000 RPM وهنا بيديني بقى نوع ال-type بتاع ال-chain bush roller الاخرو ادي ال-pitch يعني لو خدت ال-roller هاخد ال-roller ال-pitch من 20 إلى 25 ملي عند الصرعة ديه يبقى الفاكتور بتاعي عند الصرعة 50 مساء يبقى الفاكتور بتاعي around 7 عند الصرعة 800 RPM قادر اجيب الفاكتور اهو and so on اشتركوا في القناة